تحديث جديد على اليوتيوب بينص على وضع اعلانات على جميع الفيديوهات الموجودة على منصة اليوتيوب سواء كانت الفيديوهات ديت منضمة لقنوات منضمة لأدسنس اليوتيوب أو مفاعل عليها الربح أو غير مفاعل عليها الربح يعني انت لو لسه منشئ القناة بقى لك يومين ثلاثة وعندك فيديو ما تستغربش ان ممكن تلاقي اعلانات موجودة على الفيديو بتاعك وانت لسه مقدمتش في ادسنس كل ده هنعرفه النهاردة وهنعرف مين المستفيد من التحديث الجديد ده هل اليوتيوب مستفيد هل منشئ المحتوى هو المستفيد تب هل في ضرر على منشئ المحتوى ولا لأ وكمان هنعرف ايه الحل لمنع ظهور الاعلانات على القنوات الغير مفاعل عليها الدخل واللي شايفين ان ظهور الاعلانات على فيديوهاتهم بيدر بمصلحتهم الشخصية او قناعتهم او مشروعهم التسويقي على اليوتيوب كل التفاصيل دي هنعرفها بعد الفاصل قصير ده ورجعنا لكم من تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخر تحديثات اليوتيوب الجديدة بس قبل ما نبدأ في الفيديو ياريت لو اول مرة تشوفنا على القناة ياريت تدعمنا وتشترك في القناة هتلاقي زرار احمر موجود تحت الفيديو اشتراك اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديو هتمنى وطبعا ما تنساش اللايك والشير لان الفيديو ده مهم جدا جدا وعايزينه يوصل لأوسع النقاط علشان الكل يستفيد نروح للشرح والتحديث الجديد من اربع خمس ايام ظهر تحديث جديد اللي قدامنا هنا update to youtube terms of service يعني تحديث لخدمات اليوتيوب الجديدة ولو رحنا ترجمنا الصفحة او الشروط الجديدة ديت للغة العربية ونلاقي هنا تحديثات على شروط خدمة اليوتيوب ننزل مباشرة على اهم تحديث وهو يمكن ان تظهر الاعلانات على مقاطع فيديو من القنوات التي ليست في برنامج شركاء اليوتيوب وستبدأ تدريجا في وضع الاعلانات على مقاطع الفيديو الامنة للعلامة التجارية يعني باختصار اي فيديو موجود على منصة اليوتيوب ومناسب للمعلنين هيتحط عليه اعلانات سواء كانت القناة منضمة لادسنس اليوتيوب او غير منضمة طيب تعالوا نعرف الاول مين المستفيد من الحركة ديت وهل منشئ المحتوى مستفيد ولا هو مضروف اول حاجة اليوتيوب طبعا وقطعا مستفيد من الموضوع ده مستفيد من الفيديوهات اللي كانت بيتم تحملها على منصة اليوتيوب ونستغلالها في الربح يعني انا واحد مثلا عندي قناة ومش مفعل عليها الدخل اليوتيوب مفيش حاجة بيقدمها غير انه يقدم الخدمة على الفيديوهات وترفع انت الفيديوهات ويروج الفيديوهات بس هو كمستفيد ما بيستفيدش وعلشان كده هو طلع بالتحديس الجديد ده فانه يوضع الاعلانات على الفيديوهات ديت علشان حاجة واحدة اي اعلانات هتظهر على الفيديوهات بتاعتك الغير مفعلة للدخل الارباح كلها هتوصل لليوتيوب مش هتحصل على ارباح الا اذا انضميت لأدسنس اليوتيوب طب حد هيقول لي طب ويه يعني انا اصلا فيديوهاتي كمبتدئ ممكن ما بتحققش ارباح كتيرة جدا ممكن سنتات واحد دولار اثنين دولار في اليوم فالموضوع ده قليل اليوتيوب مش هيبص للتلاتين اربعين دولار بتوعي كمبتدئ على قناتي هقولك لا ازبق عليك انت لوحدك كده كم مليون شخص زيك كم مليون قناة لسه مبتدئة وعليها عشر فيديوهات خمستاشر فيديو ومحققتش الدخل تخيل لو خد بس من كل فرض واحد دولار فتخيل عشرة مليون قناة مثلا فتخيل الارباح اللي اليوتيوب هيحصل عليها طب انت دلوقتي همنشئ محتوى انضريت هقولك لا انت ما انضريتش بس ما حصلتش على حقوقك كاملة طب تحصل على حقوقك كاملة وارباحك دي ازاي بان انت تتحقق الشروط وتروح تقدم في ادسنس وتبدأ تتقاسم الارباح مع اليوتيوب وكلنا طبعا عارفين شروط اليوتيوب الاخيرة اللي هي الالف ومشترك والالباح تلاف ساعة مشاهدة علشان تقدم في ادسنس ويتم مقبولك وتبدأ تحقق ارباح ولو عايز تعرف ازاي تحصل على الالف ومشترك والالباح تلاف ساعة مشاهدة هتلاقي هنا قيمة تشغيل كاملة تشرح الموضوع ده فانت تحصل وتحقق على شروط اليوتيوب نروح للنقطة التانية والمهمة جدا جدا كتير من منشيء المحتوى على اليوتيوب بيقدموا المحتوى بتاعهم ومش عايزين يحطوا اعلانات على الفيديوهات بتاعتهم دي يعني قنوات تخطط الميت الف ومشترك وما زالوا مش عايزين يحطوا اعلانات اولا ليهم كامل الحرية والحق وهنا بينقسموا الى قسمين اول قسم شايف ان الاعلانات اللي بيتم رفعها على الفيديوهات بتاعته بتضر بالقيمة التسويقية بتاعته يعني مثلا لو واحد على قناته بيسوق وبيروج لدورة تسويقية لمنتجات الافليات بقيمة مدفوعة خارج منصة اليوتيوب لو الاعلانات ظهرت على الفيديوهات بتاعته في الغالب بيجيب محتوى او اعلانات رائجة مرتبطة بالمجال اللي هو بيسوق له فالاعلان ده ممكن ياخد الزائر او الجمهور اللي هو بيوجهه او اللي هو عايزه يشتري منه وده الجزء الاول انما في جزء تاني ولهم كل الاحترام طبعا وهو اللي رافض فكرة وظهور اعلانات او ارباح ادسنس ككل من ناحية الحلال والحرام وانا اعرف ناس كتير جدا وناس شخصيا اعرفهم رفضوا تفعيل حسابات ادسنس ورفضوا تفعيل او الحصول على ارباح من ادسنس نظرا ليه الشبهة في حرمانية الاموال دي كل واحد اللي حقه وكل واحد شايف طريقة ربحه بالنظام اللي هو شايفه وكل واحد عنده قناعاته الكافية طيب الشخصين دول او الكيانين اللي ليهم كل الاحترام دول يعملوا ايه علشان يمنعوا ظهور الاعلانات على الفيديوهات بتاعتهم والقنوات بتاعتهم هنقول انت ما قدماكش غير حل واحد وصريح حل ببساطة هو ان انت تقوم بالاشتراك في ادسنس اليوتيوب تقدم القناة بتاعتك ويتم مراجعتها ويتم مقبلها لحد هنا هيكون في اعلانات ظهرت على الفيديوهات بتاعتك لكن بعد ما بيتم قبول قناتك في تحقيق الدخل على اليوتيوب بيكون هنا لك ميزة قوية جدا جدا في ان انت تدخل تعطل الاعلانات على الفيديوهات بتاعتك طيب اليوتيوب هيقفلك هيقولك لا انا شخصيا دلوقتي مفعل الدخل على القناة اليوتيوب لو عايز امنع ظهور اي اعلانات على القناة بتاعتي اعملها بطريقة سهلة وبسيطة هنعمل الكلام ده ازاي اول ما بتدخل على قناتك طبعا بعد ما بتقدم على ادسنس اليوتيوب وتحقق الدخل وتوافق وكل حاجة بتدخل على الفيديوهات المحملة عندك على القناة وتحدد كل الفيديوهات من هنا وتروح هنا على ايكونة تعديل تعديل دي وتضغط هنا وتختار تحقيق الدخل بيجيب لك هنا تحقيق الدخل ومكتوب هنا مفعل ومكتوب هنا مفعل او تفعيل كل اللي انت بتعمله بتضغط على السهم ده وتضغط على اقاف وتعمل حفظ فبيتم منع ظهور اي اعلانات على الفيديوهات اللي انت حددتها او الفيديوهات اللي موجودة على قناتك وده من وجهة نظري هو الحل الامن والحل الوحيد لمنع ظهور الاعلانات على الفيديوهات لاصحاب او منشيء المحتوى اللي رفضين وظهور اعلانات على قنواتهم سواء كان بيضر بيق القيمة التسويقية او كان شايف ان الاعنات دي مش حلال او انها فيها جزء حرام او فيها شبهة فبيحاول يبعد عن ايشوهات ودول ناس ليهم كل التخدير وعلى دماغي من فوق ونقطة اخيرة خاصة بكل منشيء المحتوى في الدول العربية وان القانون ده هيتم تطبيقه في خلال منتصف عشرين واحد وعشرين يعني قدامنا ست شهور هتكون الموضوع ده بيتم تفعيله كاملا على جميع القنوات قنوات اليوتيوب على مستوى العالم كمان فيه نقطة تحديث اخير كده برضو وهو خصم القيمة الضرابية او خصم ضرائب من منشيء المحتوى اللي بيحققوا ارباح من اليوتيوب وده هيكون سارع على اي حد ساكن في الولايات المتحدة الامريكية اما بالنسبة للعرب فالى الان لم يتم تطبيق هذه الضريبة ودعو معانا ونأمل ان الموضوع ده ما يتمش تطبيقه خصوصا في مصر لان الموضوع ده بيبقى صعب جدا والضلايب ده بتكون صعبة جدا وهتتاخد منك هتتاخد منك لو تم تطبيقها يا ريت لو الفيديو عابك ما تستخصرش فينا اللايك والشير ولو اول مرة تشوفنا على القناة اوعى تخرج قبل ما تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا انتظرونا في فيديو جديد والى اللقاء اشتركوا في القناة